السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات قسم الاقتصاد الفرقة الرابعة كلية بتجارة جامعة كفر الشيخ أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الاقتصاد الرياضي كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت على تعريف الاقتصاد الرياضي وحدود استخدامه وميزاته أهميته وكذلك مكونات الدالة والصيغ اللي بنصيغ بيها الدالة ونكمل مع بعض النهاردة مفاهيم النمازج الاقتصادية طبعا ليه بنتناول النمازج الاقتصادية لأنه أحد التطبيقات العملية للاقتصاد الرياضي واللي من خلالها هنقدر نتعرف على مكونات النموذج الاقتصادي وأهميته وإيه هو تعريف النموذج الاقتصادي نقدر نعرف النموذج الاقتصادي باعتباره مجموعة من العلاقات الاقتصادية اللي تصاغ على هيئة معادلات رياضية لتوضيح أو لتفسير كيفية عمل هذه العلاقات طبعا هناك خصائص للنموذج الاقتصادي أهميته أنه بيقوم بتسهيل وتبسيط فهم العلاقات والمتغيرات والأنشطة الاقتصادية من خلال عرضها في صورة رموز أو قيم عددية كمان النموذج الاقتصادي بيساعد على وضع السياسات الاقتصادية المناسبة اللي يجب على الدولة العمل بها الحقيقة أنه في مجموعة من الخصائص اللي بتميز النمازج الاقتصادية يأتي في مقدمة هذه الخصائص أنه بيصف الظواهر الاقتصادية بشكل صحيح مطابق للنظرية الاقتصادية كمان الدقة في تقدير الثوابت والمعاملات أعطاء تنبؤات عن القيم المستقبلية للمتغيرات الاقتصادية عرض العلاقات الاقتصادية بصورة مبسطة ومنظمة كل دي خصائص نقدر نقول عليه أنها خصائص النمازج الاقتصادية سواء من حيث الوصف الضقيق والصحيح لظاهرة الاقتصادية الدقة في تقدير الثوابت والمعاملات أعطاء تنبؤات عن القيم المستقبلية عرض العلاقات الاقتصادية بصورة مبسطة ومنظمة مكونات النموذج الاقتصادي نقدر نقول أن النموذج الاقتصادي يتكون من مجموعة من العلاقات الاقتصادية أو المعادلات بتسمى هذه المعادلات بالمعادلات الهيكلية اللي بتوضح الهيكل الأساسي للنموذج المراد تكوينه أو بنائه مثلا ممكن يكون النموذج لمشروع معين أو قطاع معين أو هيكل اقتصادي معين بيعتمد طبعا عدد المتغيرات أو المعادلات اللي في النموذج على طبيعة النموذج المراد تكوينه فمسلا لو حبينا نقول أن النموذج اللي هنكونه هيوضح الإرادة الكلي هيبقى بتكون مثلا من متغيرين متغير السعر ومتغير الكمية من هنا ممكن نوصل لحياة معينة إن الإرادة الكلي بيتكون من السعر مضروف في الكمية فدي تبقى مكونات النموذج اللي عملي عندي مراحل النمزجة أو تكوين النموذج الاختصادي أولى هذه المرحلة أو الخطوات اللي بيمر بيها النموذج الاختصادي لإعداد وصياغته إن انت تضع أو تحدد المسألة الاقتصادية والمشكلات اللي انت عايز تحلها والهدف من الحل لازم في البداية نحدد إيه هي المسألة الاقتصادية إيه هي المشكلات اللي احنا محتاجين نحلها والهدف من الحل إيه كمان تعمل عملية حصر وتحديد للمعلومات والبيانات الأولية للنموذج بعد ما تعمل حصر دي البيانات والمعلومات الأولية بتشرع في بناء النموذج الرياضي والتعبير عنه بشكل علاقات رياضية تبدأ بعد كده في الحل الرقمي للمسألة يدويا أو باستخدام الحاسوب وبعد ما تحل المسألة تقدر تفسر بعدها بقى نتائج الحل الرياضي تفسروا بطريقة اقتصادية يبقى تفسير اقتصادي لنتائج الحل الرياضي ويتحولها من لغة الأرقام أو لغة الرموز إلى لغة الاقتصادي بقى عندك تحليل ووصف اللي الزهر الحقيقة أن أنا عندي مجموعة من الأنواع للنماذج الاقتصادي ممكن نأسمي النماذج الاقتصادية للأنواع الليه الدم دي أولا نماذج خطية وغير خطية نماذج ساكنة وحرقية نماذج جزئية وكلية نماذج مفتوحة وأخرى مؤلقة نماذج بسيطة وأخرى معقدة أو مركبة نماذج حتمية يقينية ونماذج احتمالية لو تناولنا كل نوع من الأنواع اللي أمامنا هنجد إن هناك نماذج خطية ونماذج غير خطية المقصود به النماذج الخطية إن أنا بعمل نموذج من معادلة مرفوعة للأس واحد وبالتالي لا تحتوي على أي متغيرات لأس تربيعي أو أس أكبر من الواحد وبالتالي نقدر نقول عليها إن هي نماذج خطية النموذج الخطي كل المتغيرات فيه مرفوعة للأس واحد متغيرات هذه النموذج بتكتب فيه صورة معادلة من الدرجة الأولى بيعبر عنها بخط مستقيم النموذج غير الخطي ده بيحتوي على متغيرات مرفوعة للأس اتنين أو أكتر بتكتب المتغيرات فيه صورة معادلة من الدرجة الثانية أو الثالثة وغير ذلك من المعادلات طبعا النماذج من الدلة الخطية أو النماذج الخطية ممكن يبقى نموذج الطلب أو نموذج العرب دلة التكلف الحدية أو دلة التكلف الكليا من الدوال أو النماذج غير الخطية اللي تبقى دلة تربعية أو دلة تكربية عندي نوع آخر وهي النمازج الساكنة والنمازج الحراقية معروف أن النموذج الساكن هو اللي لا يأخذ عنصر الزمن فيه الاعتبار وبالتالي ما بيكونش الزمن أحد متغيرات النموذج بيستبايده منمثلة النموذج الساكن نموذج الدخل القومي العلاقات الاقتصادية فيه نموذج الدخل القومي علاقات لنموذج ساكن فيه اقتصاد مغلق يعني ما فيش تبادل خارجي مع العالم الخارجي اقتصاد مغلق وبالتالي بيكون الاستثمار والانفاق الحكومي متغيرات خارجية يعني نقول ان الدخل القومي دال في الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي نموذج حركي النموذج ده طبعا بيأخذ عنصر الزمن في الحسبان واحد متغيراته بيأثر فيه بيوضح النموذج الحركي كيفية تأثير الزمن فيه المتغيرات الاقتصادية بيبقى انتجاما مع الواقع منمثلة النموذج الحركية طبعا نموذج توازن السوق ده اللي هو بيوضح التوازن الجزئي او بيوضح التوازن لما تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة بشرط ان انا احدد الفترة الزمنية اللي بيتم فيها قياس كل من الكمية والساعة عندي بالاضافة للنمازج الجزئية والكلية عندي النمازج اصد بالاضافة للنمازج الساكنة والحركية عند النمازج الجزئية والكلية النموذج الجزئي ده اللي بيختص بتحليل المتغيرات الاقتصادية اللي لها علاقة بسلوك الفرد السلوك الاقتصادي للفرد مستهلك معين مؤسسة معينة قطاع معينة طبعا من امثلة النمازج الجزئية النموذج اللي بيوضح علاقة المستهلك بسلعة معينة والكمية المطلوبة من هذه السلعة طبعا بنعتبر ان النمازج الجزئية نمازج بسيطة زي ما قلتلكم هناك نموذج كلي ده بيختص بتحليل متغيرات اقتصادية تتصل بقى بالسلوك الاقتصادي العام متغيرات الاقتصاد ككل البنية العامة للاختصاد ممكن تتناول قطاعات كاملة في الاقتصاد زي نموذج الدخل القوم عندي بالاضافة للنمازج الجزئية والكلية النمازج المفتوحة والمغلقة نموذج المفتوح ده بيقصد به نموذج اللي بيتأثر بقطاع التجارة الخارجية سواء صادرات او واردات مثل نموذج الدخل القومي في ظل اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي في صادرات وواردات النموذج المغلق ده نموذج لا يتأثر باقطاع التجارة الخارجية ليس فيه اي صادرات وواردات ومثال عليه نموذج الدخل بس في ظل اقتصاد مغلق ما فيهش صادرات او واردة عندي نمازج بسيطة ونمازج مركبة او معقدة النموذج البسيط ده بيدرس مستويات سهلة بيدرس متغيرات بسيطة زي النموذج اللي بيدرس مستويات الاستهلاك كدل في مستوى الدخل مثلا النموذج ده بسيط بيبسط الواقع بصورة تجعل الاستهلاك وهو متغير تابع متأقف او بيعتمد على متغير واحد مستقل وهو الدخل كأن اقول مثلا الاستهلاك ده اللي فيه الدخل ده نموذج بسيط لكن لو نموذج معقد هقول ان الاستهلاك متغير تابع لكن بيعتمد على العديد من المتغيرات المستقلة زي الدخل وعدد السكان مستويات الاسعار والازواء وغيرها وبالتالي بتكون الصيغة الرياضية للنموذج المعقد اقصر تركيبا او يحتوي على المتغيرات اكتر زي يقولك ان الاستهلاك ده اللي في الدخل على السكان مستويات الاسعار والازواء وغيرها من المتغيرات على عكس النموذج البسيط اللي بيبسط الده اللي ان الاستهلاك ده اللي في الدخل وخلاص على كده عندي ايضا النمازج البسيطة الحتمية والنمازج الاحتمالية في نمازج رياضية مختارة بتقول ان هناك نتيجة حتمية للنموذج بعكس نمازج طبعا في مجموعة من النمازج المختارة اللي ممكن نتناولها بتصلح للتطبيق الاقتصادي العملي دي في حالة ان احنا حبينا نقيس مثلا معدلات النمو الاقتصادي سواء في حالة السكون او في حالة التطور ونقيس درجة استجابة النمو الاقتصادي لتغير في المتغيرات الاقتصادية المحيطة ممكن نستعين بهذه النمازج الحقيقة ان في عدة نمازج سواء نموذج عرض ونموذج دمار ونموذج سولو روبرت سولو ونموذج رومر ونموذج لوكاس وفي عدة نمازج لكن لازم نفرق ما بين مدرستين يعني مثلا هتجد ان الكنز او المدرسة الكنزية استطاعوا من خلال نموذج هارد ودمار لان بعد كده تم دمج نموذج هارد مع نموذج دمار زي ما هندرس واصبح بيكونوا نموذج واحد او فريق او مدرسة واحدة استطاعوا من خلال هذا النموذج انهم يوضحوا ان الميل الحدي للدخار او المعامل الحدي لرأس المال بيأثر على الناتج وان هو من المحددات الاساسية للنمو الاقتصادي ان يتم زيادة الميل الحدي للدخار او معامل رأس المال استخدمت بقى النظرية النيو كلاسيكية توجه متعلق بنموذج روبرت سولو لتوضيح فكرة ان مثلا معدل نمو الاقتصادي في الاجل الطويل عشان يتحقق لا يمكن ان هو يتحقق الا اذا حدثت عوامل خارجية زي تغير معدل نموذ سكاني او معدل الدخار او معدل تقدم التكنولوجي ده اللي بيسمح بي زيادة الانتج لو هندرس مع بعض كده اول نموذج معنا وهو نموذج هارد دمار ده من اسهل واقصر النمازج اتصاقا وشيوعا بيرتبط طبعا باسمين شهيرين والاقتصادي البريطاني هارد والامريكي دمار ده بيركز على فكرة الاستثمار كضرورة حيوية لايقتصاد قوم بيمين اهمية الاضخار في زيادة الاستثمار كمتطلبات لرأس المال وعلاقتها بالنموذج الاقتصادي طبعا النموذج بيفترض وجود علاقة تربط الحجم الكل لرأس المال مع اجمالي الناتج القومي وبالتالي العلاقة دي الممثلة بالنسبة رأس المال الى الناتج طبعا جرى العرف ان احنا نسميها في العدب الاقتصادي بمعامل رأس المال اللي بنرمز ليه بالرمز طبعا بيفترض النموذج ان عملية التنمية محتاجة لزيادة الاضخار وبالتالي الاستثمار لزيادة سرعة النمو وان العلاقة دي علاقة رئيسية يجب ان احنا نصغرها ونركز الضوء عليها لان رأس المال اللي بيخلق عن طريق الاستثمار في المصانع والمعدات ده المحدد الرئيسي للنمو طبعا ده بيعتمد على مدخرات الافراد والشركات اللي بيقوموا بالاستثمارات الممكنة طبعا نسبة رأس المال الى الناتج اللي احنا بنقول عليه معامل رأس المال فالفكرة بتاعته ببساطة ان احنا بنقيس انتاجية الاستثمار او انتاجية رأس المال فلو فرض مثلا وكان قيمة الاستثمار مثلا في مصانع جديدة خمسين الف جنيه وان بامكان الاستثمارات دي ان هي تزيد من ناتج الشركة بمقدار عشر تلاف جنيه سنويا لعدة سنوات مثلا في المستقبل فان نقدر نقول ان نسبة رأس المال الى الناتج في هذه الحالة تساوي خمسة الى واحد والتالي الاقتصاديين بيطلقوا على هذه النسبة معامل رأس المال الحدي تمييزا لها عن معامل رأس المال العادي بحيث ان هو يعكس معامل رأس المال الحدي تأثير الوحدات الاضافية من رأس المال على الناتج بحيث يبين معامل رأس المال تأثير الرصيد الكلي لرأس المال على الناتج القومي تعالوا نشوف الصيغة اللي اعتمد عليها نموذج هارد ودمار والفروض اللي بنى عليها هذا النموذج طبعا هو بيبتدي أولى نقاط تكوين النموذج بتاعه بفرضية ان الدخار بتمثل نسبة معينة من الدخل اي ان اس لولد الدخار دالة في الدخل بما ان الاستثمار عبارة عن التغير في رصيد رأس المال فبالتالي اي اللي هو الاستثمار دالة في دلتكي او التغير في رصيد رأس المال وطالما ان رصيد رأس المال مرتبط بالناتج القومي بمعامل رأس المال فبالتالي ممكن نقول ان دلتكي اللي هو التغير في رصيد رأس المال ما هو إلا معامل رأس المال مضروب في الناتج أو تغير في الناتج القومي يعني دلتا كي دال في كي مضروبة في دلتا وي اللي هو التغير في الناتج القومي وطبعا زي ما احنا عارفين المعادلة الأساسية أن الاضخار لابد يتساوى مع الصصمار ومن المعادلات اللي قدامنا سواء المعادلة واحد أو المعادلة تنين أو المعادلة الثلاثة ممكن نقول أن دلتا أن الاستثمار اللي هو دلتا كي دال في معامل رأس المال مضروب في دلتا وي اللي هو التغير في الناتج القومي وباختصار ممكن نقول أن اس وي اللي هو الاضخار مضروب في الناتج القومي ده اللي فيه كي دلتا وي اللي هو معامل رأس المال مضروب في التغير في الناتجهم بما أن i بيساوي s أو s بتساوي i اللي السصمار بيساوي الدخل فبالتالي لو قسمنا طرفي المعادلة اللي أمامنا رقم ستة على كي واي هلنشتق معادلة في غاية أهمية وهي إن دلتا وي على وي بتساوي s على كي اللي هو بنقول عليها الرمز أو معادلة اللي أمامنا إن معامل رأس المال آآ طرفي المعادلة بيحصل على معدل نمو الناتج القومي بنرموظ له بالرمز الجي اللي بيحدد آآ إن معدل الدخار ومعامل رأس المال هم اللي بيتحكموا في آآ النمو الاقتصاد طبعا نموذج هرد ودمار آآ من النمازج آآ الشائعة السهلة اللي بيبين آآ كيفية تحقيق النمو الاقتصادي واللي بيتطلب زيادة اللي الدخار والتالي اللي استثمار عشان نقدر هذا نقدر نسرع من عملية آآ النمو الحقيقة إن آآ زي ما قلنا إن الاقتصادين بيطلقوا على معامل رأس المال آآ معامل رأس المال الحدي في نموذج هرد ودمار عشان يميزوه عن معامل رأس المال آآ العادي بحيث إن معامل رأس المال الحدي آآ بيبين تأثير الوحدات ضفية من رأس المال على الناتج بحيث إنه يبين معامل رأس المال جي تأثير الرصيد لكل رأس المال على الناتج القوة الحقيقة النموذج هرد ودمار اتعرض لكثير من الانتقادات آآ إن النموذج مثلا استخدم آآ آآ لرفع معدلات النمو الاقتصادي الدول الوربية آآ من مرحلة آآ الانطلاق لمرحلة النضوك وبالتالي إذا كان هذا النموذج آآ كان سهل وانطبق أو صلح استخدامه على آآ القضية أو الحالة الاوروبية آآ لكن ممكن ما ينطبقش آآ على آآ دول أخرى بحيث إن استخدامه لتحديد معدلات النمو آآ المتوقع ممكن لا يتوفر في آآ البلاد الأقصر فقرا أو اللي بتتضاقل فيها آآ نسبة ما يوجه لي للضخار وبالتالي الاستثمار آآ وده طبعا غير كافي أو يكاد يكون بيكفي آآ لسد احتياجات آآ الدول دي الاستهلاكيه وبالتالي في مثل هذه الحالات مش هتتمكن هذه الدول من سد الفجوة آآ الناشئة ما بين الاستهلاك آآ الدخل وبالتالي هيكون هناك فجوة الضخار آآ ممكن آآ نتغلب عليه عن طريق القروض الخارجية أو السماع بالاستثمارات الاجنبيه كمان آآ النموذج ده آآ إن كان قد استودهم مثلا لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية وتهيئة الأوضاع في فترة ما بعد الحرب العالمية التانية من خلال ما يعرف بخطة مرشال الأمريكية الشهيرة إلا أن الوضع بين هذه الدول والدول المتخلفة مختلف في حقيقة اختلاف كبير وجزري بين الدول الأوروبية والدول المتخلفة والذي ينطبق على الدول الأوروبية لا يمكن آآ إنه ينطبق على الدول المتخلفة آآ وبالتالي آآ لابد يكون هناك آآ بوافر للإستثمار والإدخار عشان يقدر يحصل تطبيق لنموذج هارد ودمار طبعا الانتقادات دي الموجهة لنموذج هارد ودمار أدت لظهور نموذج أقصر تحليلا من قبل الباحث النيوكولاسيكي روبرت سولو وسنة 1956 كان هدف الباحث يبحث فيها سباب الاختلافات بين الدول الغنية والدول الفقيرة واللي هنتناوله إن شاء الله في المحاضرة القادمة مش حابب أطول عليكم نكتفل النهاردة بعرض نموذج هارد ودمار مع تعريف النمازج الاقتصادية ومكوناتها وأنواعها وخطوات تكوين النموذج وإن شاء الله المحاضرة الجاية نتناول نموذج روبرت سولو أشوفكم إن شاء الله على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته